اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبلغت هذه العلاقات أرقام مستويات الشراكة الاستراتيجية والأخوية مع تولي سيد صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وتوجيهاته الكريمة بتعزيز مسارات هذه العلاقات وتطويرها والحفاظ على وشائج الأخوة والتقارب المستمر بين البلدين واكتسبت هذه العلاقات المزيد من التقدم بإنشاء اللجنة العلية المشتركة بين البلدين في إبريل عام 2000 واستمرت هذه اللجنة منذ إنشائها في عقد دوراتها بشكل منتظم وبحث مختلف مجالات التعاون والتقارب الاستراتيجي بين البلدين الشقيقي وكان آخر اجتماعاتها نعقاد الدورة الثانية عشر لللجنة في مملكة البحرين في 24 نوفمبر 2024 وما تمخذ عنها من توقيع مذكرة التفاهم وبرنامج تنفيذي بالتالي في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية الشقيقة يجمعهما علاقات الأخوة العميقة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين وقساهم في تعميق هذه العلاقات أكثر وأكثر وحدة التاريخ والمصير المشترك واليوم نحن نتحدث عن تكامل شامل في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية إذا مختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية هذا كله ساهم في ترسيخ أواصر هذه العلاقات بين البلدين عن مرة التاريخ نعم أستاذ كيف تصف أوجه التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية هناك تكامل شامل في مختلف مجالات التعاون بين البلدين فتطوير أوجه التعاون السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماع بين البلدين تحظى باهتمام ورعاية كريمتين من سيد صاحب الجلال الملك المعظم وأخي صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهم الله ورعاهما ودعم كبير يوليس لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخي صاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظهم الله في الدفع بآليات تطوير مسارات التعاون المشترك والارتقاء المستمر نحو تحقيق المزيد من التقارب والمصالح المشتركة وتلبية طموحات الشعبين الشقيقين فالبلدين الشقيقين لديهم الثقل سياسي وموقع جغرافي واستراتيجي مميز إقليميا ودوليا والبلدين انتهجان سياسة خارجية حكيمة وأقلانية ومتوازنة كما أنهما نموذجين رائدين على مستوى المنطقة في مجالات تكريسة الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات وانتهاج سياسات تنموية طموحة للتطوير والتحديث وتكريس دولة المؤسسات والقانون وتحقيق الرخاء والاستقرار للشعبية معه وبالنسبة إلى أوجه التعاون في مجال السياسي فتأتي المواقف السياسية للبلدين ممثلة في الدبلوماسية الخارجية لكل منهما متطابقة إزاء القضايا الإقليمية والدولية ومجمل التحديات المحيطة بالمنطقة حيث تدعم السياسة الخارجية للبلدين الجهود المبدولة لنصة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية إضافة إلى انتهاجهم مبدأ التوازن والحكمة والجنوح إلى السلم واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والأمل على تعزيز قيم التسامح والإنسانية ليس إقليميا فقط بل عالميا والدعوة إلى إحلال السلام ونشر ثقافة التعايش واستثمار الشراكات بين الحضارات والثقافات المتباينة في خدمة الإنسانية وعلى المستوى الاقتصادي ترتبط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية بروابط اقتصادية وتجارية قوية تستمت قوتها من أوامل التقارب الجغرافي والحضاري والثقافي بين البلدين حيث تشهد البلدين تطورا ملحوظ ونمو مضطارد في حجم التجارة بينهما بلغت في عام 2023 نحو أكثر من ثلاثة مليار دولار أمريكي مقارنة بعام 2021 نحو 2.5 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو بلغت نحو 10% كما تمتلكان إمكانيات كبيرة في مجالات الخدمة الخدمات المالية والصناعة والتجارة الإلكترونية والنقل والخدمات اللوجستية وقد جاء انعقاد اجتماعات اللجنة العليا مشتركة لتعزيزها بمجالات التعاون والتقارب الاقتصادي وقد تمخض عنها العديد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون في مختلف المجالات وآخرها الدورة الثانية عشر للجنة حيث تم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات الطيران المدني والتدريب وتطوير كفاءات الحكومية وتبادل الخبرات المالية والاقتصادية والتعزيز التنافسية بالإضافة إلى برنامج تنفيذ للتعاون في مجال السياح وكذلك أوجه التعاون في مجال الاجتماعي سواء على المستوى البلدين أو على المستوى الأقليمي والدولي فهناك وحدة مصير وتاريخ وأمال مشتركة وروابط أسرية ومصالح اقتصادية ورؤى موحدة للسلام وقضايا المنطقة والعالم وزيارات على أعلى المستويات مستمرة واجتماعات لتعزيز مجالات التقارب والتفاهم أكثر بين البلدين نعم أستاذ حسام الدين جابر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك